بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المنسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب نقدم لكم الآيات الأخيرة من صورة البروج من الآية الحاديات عشر حتى الآية الثانية والعشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن لول مشهددة تغلب مقدار حركتين الذين نخرج لسنة في الذات الصالحات فخم الصالح لهم جنة نخرج الميم إظهار لهم جنة النون مشهددة تغلب بمقدار حركتين جنة تجري إخفاء التنوين من تحتها إخفاء تجري من تجري من تجري من قلت الجيم من تحتها إخفاء النون الساكنة الأنهار إظهار النون إظهار النون الأنهار لا نقف على النون ذلك نسل في الثالث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جمات تجري لهم جمات تجري من تحتها الأنهار 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 ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جمات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إِنَّا بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ وغل النون في إِنَّا وَقَلْقَ لِلْطَاعِ إِنَّا بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّا وَقَلْقَ لِلْدَا إِنَّا وَقَلْقَ لِلْدَا أَكُنْ بِمْ شَفَيْدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُ ذُلْ عَرُشِ الْمَجِيدُ ذُلْ ذُلْ اخطف على طول ودخل عليها ذُلْ عَرُشِ الْمَجِيدُ فَعَالُوا لِمَا يُرِيدُ اضغم التنوين دخلوا في اللام إضغام كامل الإضغام الكامل اللام وراء إذا جاءت بعد التنوين أو النون الساكلة وهنا جاءت اللام فَعَالُوا لِمَا يُرِيدُ فَعَالُوا لِمَا لا تنطق تنوين انطق لها فَعَالُوا لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الجُنُودُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الجُنُودُ ثَاء مضمومة نجلس لك فيها ونخل علامة على طول حديث الجُنود فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ كلمة فِرْعَوْنِ دائماً الرا مرقّقة واقصر الفا فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ واخرج لسانك في السا فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ بل الذين كفروا في تكذيب بعض الناس يقلقلون الكاف لا تقلق للكاف عروف القطبة القطبة قطبة جد قاف طابة جب ده لن قلق الاستاذ ولا كاف ونخرج ليسالك في الزال بل الذين كفروا في تكذيب 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 لا تقلق للكاف بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من نون جاء بعدها واو اضغم بعض الناس يشيل النون ودخل على الواو ورائهم مدى متصل ستة حركات ورائهم محيط اضغم مثلين ميم جاءت مع ميم والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط لا تنطق النون في مد تنطق وار ورائهم مدى الالف محيط ورائهم اضغم الميم جاءت مع بعض بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن قر 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 قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد قرآن م... ما تقولش النون قرآن مجيد قرآن اضغام في لوحم محفوظ هام القرآن جاء بعد من ولا اضغام بغنة في لوحم لوحم لا تنطق تنوي لنطق مين محفوظ يخرج لسانك في الزا يخرج لسيلنا في الزا والزيل والسا من قرآن الآن نقوم بشرح الآيات الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتهم تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير يعني إذا أملت بالله لك جنة وليست جنة واحدة بل جنات تجري من تحتها الأنهار يعني أنت وانت قاعد تشوف الأنهار تجري من تحتك تكون ميم على السرير ويهتز بك والتحتك المياه تطيرك حيث تشاء وتتحرك حيث تشاء فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذلك الفوز الكبير الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة لا فوز بالمال ولا بالكأس ولا بغيره إنما الفوز بالجنة إن بطش يا ربك لا شديد يعني عزاب الله شديد إنه هو يبدأ ويعيد والذي أحيانا في البداية وبدأنا وهو الذي يعيدنا مرة أخرى يوم القيامة وهو الغفور الودود غفور للمؤمن الذي يستغفر وودود في معاملته مع المؤمنين ذو العرش المجيد عرش الله عز وجل عظيم يملك ويتسع للسماوات السبع عرش كبير تحمله الملائكة فعال لما يريد الله يفعل ما يريد لا يستطيع أحد أن يمنع ما يريده الله سواء كان خيرا أو شر هل أتاك حديث الجنود؟ يسأل الله عز وجل النبي ويسألنا أيضا هل تعرفون الجنود؟ فرعون وثمود جنود فرعون الظالمين الذين كانوا يعزمون المؤمنين ويسخرونهم تحت أيديهم في النهاية ماذا حدث لهم؟ أغرقهم الله عز وجل وثمود جاءت عليها الحجارة وقلب الله القرية على عقبها يعني علم البلد علفيهم فأصبح عليها سافنوا يعني قلب الأرض عليهم ودمرهم لأنهم عصوا صالح عليه السلام وقتلوا الناقة التي قال لهم عنها ناقة الله وسقياه فتزبوه فعقروها فدمدم الله عليهم ربهم زمهم فسوى يعني قتلهم جميعا وأهلكهم بل الذين كفروا في تكزيم لا يستطيعون هذا ولا يعرفون أن الله قادر عليهم وسوف يعزمهم يوم القيامة واللهم يوى رأيهم يحيطوا بكل ما يفعلون في الآخر الله عز وجل يقول بل هو قرآن مجيب عظيم في لوح محفوظ في السماء وفي الأرض محفوظ في الملع الأعلى ومحفوظ في صدر المؤمنين وفي المصحف الشريف لا يحرف هذا القرآن العظيم ومن أراد أن يكون عظيما فليحفظ القرآن وليقرأ القرآن وليتحلى بأخلاق القرآن في الختاب لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة دعاء لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر